تحكي لنا عن شبكة الشباب للتطوير والإبداع تعطينا تفاصيل احنا منعرف انها بلشت بال2007 تعطينا تفاصيل تاني صباح الخير يعطيكم العافية نشكركم على الاستضافة شبكة الشباب للتطوير والإبداع هي شبكة شبابية تأسست بال2007 مسجلة تحت مظلة وزارة الثقافة هاي المؤسسة بلشت زي اي مؤسسة او زي اي شبكة بصعوبات الآن هي غير ممولة نهائيا لا خارجيا ولا داخليا هي شبكة شبابية قائمة على الشباب أنفسهم هدفها ورؤيتها المستقبلية هي بناء قادة مستقبل قادة المستقبل بتمكين الشباب أعطاهم مهارات القيادية وتنمية مهاراتهم وأعطاهم الفرص طبعا احنا مستهدف الشباب من فئة 18 ل30 سنة احنا دائما ندور على الشباب اللي لا يوجد فرص الأقل حظا خليني نحكي او الموجودين بالمناطق الجويب الفقر احنا المستهدف الشباب لأنه احنا مؤمنين مؤمنين بالشباب بقدرتهم ومؤمنين بطاقة الشباب بالأردن طبعا اغلب برامجنا هي فيه برامج داخلية وخارجية برامجنا دائما هي بتكون ممولة من برنامج تدريبي تحت مع الرسمس بلس الرسمس بلس هو برنامج دولي ممول من الاتحاد الأوروبي طبعا هذا البرنامج الـ Green Future أو المستقبل الأخضر هو مش أول برنامج يتنفذ في الأردن هذا البرنامج رقم أربعة طبعا احنا البرنامج هذا تنفذ فيه منطقة عجلون أو في محافظة عجلون والهدف كان هو نلاقي بيئة تكون بيئة خضراء حتى تعكس عنوان هذا البرنامج جميل يمكن هون بدي نحكي عن أمر مهم جدا إبراهيم وحميد فيما يتعلق بفكرة البيئة وفكرة الحديث عن التنمية المستدامة لم يعد طرف لم يعد أمر ثانوي إذا نربطه باللي عم بيصير بالتغير المناخي حول العالم هون بدي أسمع منك إبراهيم من خلال عملكم في الشبكة وفي هذا البرنامج صار عندكم أرقام واضحة إذا بدنا نفرض مثال البلاستيك قديش إحنا كأردنيين نستهلك هذه الأكياس المضرة للبيئة كان المفروض فيه يعني قرارات رسمية بمنع حتى إنتاجها فحب أسمع منك بما يتعلق بالبيئة على الصعيد المحلي نعم صحيح للأسف يعني هاي الأرقام هي أرقام واقعية وأحياناً بتكون أرقام صادمة لما ندخل بالتفاصيل ونتعمق فيها في البداية بحب أذكر هيك دراسة كتير بسيطة أصدرتها وزارة البيئة بتحكي بأنه الفرد الأردن الواحد بيستخدم 500 كيس بلاستيك سنوياً فلما نشوف 10 مليون نسمة عدد سكان الأردن بس خلال نحكي المجتمع الفتي من الأردنيين هو 63% حسب يونسف فبس نضرب الأرقام مع بعض وبيطلع عنا رقم مهول للأسف طبعاً فهذا رقم صادم لإنا صراحة برنامج Green Future أو المستقبل الأخضر هو بيتحدث عن المنظومة البيئية بشكلها العام كان بيضم ما يقارب 35 متطوع من مختلف أنحاء العالم من مصر بولندا فرنسا إستونيا وطبعاً أكيد من الأردن بيتمحور حاول كيف أنه إحنا ممكن نحافظ على المساحات الخضراء كيف ممكن نعزز رقم 13 بداخلنا يقول رقم 13 من أهلاف التنمية المستدامة اللي هو التغيير المناخي كيف ممكن نعززه بداخلنا كيف ممكن فعلياً إحنا مش بس بدنا نحقق هاي الأجندة اللي هي 20-30 خلال هالكم سنة وبس لأ إحنا فعلياً بدنا نشتغل عليها بدنا نلمسها ما بدنا بس أرقام ما بدنا بس العفو ما بدنا بس أنه نكتب مقالات وجرائد وصورونا وهينا إحنا بنشتغل لا إحنا بدنا نلمس إشي واقع فيه بحياتنا فالبرنامج كان بشكل عام بيتمحور حول عقد ورشات عمل حول كيفية حفاظنا على المساحات الخضراء وحول كيفية تضامننا مع قضية المنظومة البيئية نعم يمكن كان في كذا دولة مشاركين بهذا المشروع خلينا نحكي وهي الشبكة تحكونا إيش في كان هيك أفكار يمكن كانت موجودة ومطروحة حسنت أنه ممكن إحنا نستغلها ونطبقها في الأردن ونستفيد منها طبعاً هلا البرنامج إحنا بالنسبة لنا ما انتهى كشبكة الشبكة الشبكة والتطوير الإبداع إحنا دائماً بعد كل برنامج إحنا بنكتب بلان هي خطة بتكون لحتى نتبنى بعض المبادرات اللي بتعكس هذا البرنامج أو المعلومات اللي أخدناها خلال هذا البرنامج إحنا عفواً بس عم نشوف مجموعة من النشاطات اللي كانت خلال البرنامج اللي أقيم مع خمس بلدان شاركو صحيح تفضل بالنسبة لتفضل في زميلي إبراهيم إحنا رح نتبنى إن شاء الله بعض المبادرات اللي نشجع المجتمع إنهم يستغنوا عن الأكياس البلاستيكية وطبعاً إحنا خلال هذه الصورة إذا بتشوفي إبراهيم إبراهيم طبعاً هو أحد الأشخاص المبدعين يعني صراحة إبراهيم هو بشتغل كمان على موضوع التوعية باستخدام الكياس اللي ممكن تستخدميها باستمرار الكياس الصديق للبيئة حتى نشجع الناس أن نستغني عن هاي الكياس البلاستيكية اللي قدام ممكن تأثر على البيئة وقدام ممكن تأثر على الكائنات الحية حتى هذا مش بس إحنا مش بس يعني إحنا ما بنحك عن الأردن بس إحنا بنحك على مستوى العالم مستوى العالم الناس اللي عندها بيئات مختلفة زائية إحنا بجوز عندنا بحر واحد بس في كتير خلال هذا البرنامج إحنا شاهدنا بعض القصص النجاح كيف استغناء عن هاي الكياس البلاستيكية أدي أثرت على البيئة على الثروة الحيوانية علىقل صحيح فبجوز إحنا ما ممكن نلبس بعض الأشياء أو بعض بس شكل التنوع الحقيقي كله عم بتغير يعني نظرا لعدم اهتمامنا واكتراسنا وظنن منه أنه الأمر اللي بنتحدث فيه هو موضوع كمالي ورفاهية لكن هي أرض وحدة بالآخر كلنا بدنا نعيش فيها ونحافظ عليها لأولادنا وولاد أولادنا هن بحب أسمع لك إبراهيم تأثير هذه الورشات بشكل عم نتحدث عن 35 متطوع كان من 5 بلدان كل من ثقافته ولكن يصب في هدف واحد نعم صحيح هلأ زي ما ذكرت لكم في البداية كانت حكينا خلينا نحكي إنه كيف ممكن إحنا نشتغل بإيدنا فبالفعل إحنا كان في عنا مخلفات من خلينا نحكي زي علب الكولا فأخدناهم ما برف كان في صور معروضة إنه حاولنا نعمل فيهم إشي نعمل إعادة تدوير لإلهم ولو بإمكانيات كتير بسيطة ونطلع بأشياء إنه إحنا نستفيد منها بحياتنا اليومية وبالفعل طلعنا بكتير شغلات لو ما بدي أستفيد منها وممكن أحطها كمنظر جمالي عندي بالغرفة بصدقا موضوع كان كتير محمس ومشجع لأنه نبلش ولو بإشي بسيط يعني على سبيل المثال على التطبيق الفعلي والحقيقي للأكاس صديقة للبيئة لما نروع على سوبر ماركت مثلا ييجي صاحب الدكان ييجي بدي أعطينا كيس بلاستيك ليش نستحي نحكيله لا ما بنستخدم كيس بلاستيك ما نستحي هاي ثقافة يعني للأسف هي ثقافة مش مستخدم كتير في ناس ما عنا إنه ناخد الخيار الآخر إن نكون مجاهزين حالنا مية بالمية خاص فينا يعني هاي الثقافة لازم هذا اللي حاليا عم نشتغل فيه يعني حتى بالبرنامج تم تصلت الضوء على كيف إحنا ممكن كيفية المشاريع الريادية في المجال الخضراء فكان إحدى المشاريع برضو اللي هو إحنا كان بيتحدث حول الأكاس البلاستيكية وقديش هي مضرة على استمرارية حياتنا كبشر وقديش هي بتأثر سلبا بشكل مرعب وهذا الإشي إحنا مش حاسين فيه حاليا ليش لأنه الموضوع بده بالبداية بده تثقيف للمجتمع بده نعمل توعية للمجتمع وندخل شوي شوي بأدوات معينة تحبب أفراد المجتمع بهاي الثقافة الجديدة نعم إذن يعني شكرا لوجودكم معنا ومنتمنى لكم كل التوفيق وأكيد يعني دائماً مندعم هاي المشاريع الريادية لأنه أول ما على آخرين زي ما حكت دانا الأرض كل ما وجودة لإلنا كلياتنا بشكل عام لكل العالم صحيح ولازم أننا نحافظ عليهم ومن شاء الله إذا من خلال هاي الأعمال الريادية والأفكار الريادية منقدر أنه يعني نحسن قدر المستطاع من الأضرار يمكن اللي عملناها على البيئة وعلى الأرض نتمنى صراحة مشكرا لإلكم شاء الله كنت حابب تحكي أنا كنت حابب أحكي شغلة صغيرة إحنا دائماً نستثمر هاي البرامج حتى كمان بنفس الوقت أنه نستفيد منها حتى نتعرف على ثقافتها جديدة جوز خلال الصور شفتوا أنتو بعض الطاولات عن الأكلات أو بعض الناس من الدول اللي برة ثقافاتهم والأطلاق ثقافاتهم فإحنا نستثمر هاي البرامج حتى كمان نتبادل ثقافات بيناتنا يتعرفوا شو أكلنا التقليدي نتعرف شو هم بوكلوا حالو ثلاثهم التقليدية رأساتهم التقليدية الآخرين فهذا كمان نستثمر خلال برامجنا هاي نتعرف بصدب نتشبك ونتعرف على ثقافات جديدة برافو شكراً إلكم حميد وبرميم كلتو في إلكم بأشربك وأيضاً بغرين فيوتر هذا البرنامج اللي بنتمنى استدامته بأننا بنحكي عن الإلكم شكراً لكم شكراً لكم